تطورات حقيقية يشهدها قطاع تعدين في مصر بدأت مع تعديل قانون الثروة المعدنية وآليات الاستثمار واجتذاب شركات عالمية للعمل بمصر لتحقيق أهداف صناعة التعدين المصرية والتي تنطلق استثمارياً وتنموياً وفق خريطة الطريق تستهدف دعم المجتمعات والاقتصاد المصري كلمة الجيولوجية ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية السادة الحضور إنما نشهده اليوم من افتتاح لمجمع مصانع إنتاج الكوارتز والذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط لهو خير مثال لتطبيق الرؤية السياسية الحكيمة التي تتهدف إلى الاستفادة القصوى من الخيامات التعدينية ونفع قيمتها الاقتصادية إن عقد المشاركة لخيام الكوارتز بمنطقة مروة الصويقات مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لهو المصدر الرئيسي للخيام في هذا الصرح الصناعي الكبير ويقدر الاحتياط المؤكد به نحن ثلاثة ونصف مليون طن وتنفيذا لتوجيهات سيادتكم التي تأتي حرصا على مقدراتنا من هذه الصناعات وعلى الاستغلال الأمثل لها حرصت الهيئة المصرية العامة للصناع المعدنية على تفعيل استراتيجية لاستغلال الخيام وعليه لا يتم التجديد لأي تنخيص إلا بعد التأكد من قيام الشركات المرخص لها بإعداد دراسة لعمل قيمة مضافة حقيقية للخيام وعلى صعيد آخر قامت الهيئة المصرية العامة للصناع المعدنية بتشكيل مجموعة عمل لدراسة المناطق الواعدة بشمال ووسط الصحراء الشرقية وذلك بهدف إعادة استكشاف وتقييم تواجدات الخيام فخامة الرئيس تنفيذ لتوجهات سيادتكم ورؤية مصر عشرين ثلاثين فقد كلفنا السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بالعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات عن طريق تحويلها لمنتجات عالية القيمة وخاصة خيام الكوارتز بدلا من تصديره إلى الخير وذلك باستخدامه كمادة خيام في إنتاج السيليكون المعدني الذي يستخدم في صناعة الألمونيوم والسبائك وإنتاج البولي سيليكون الذي يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية كما يدخل السيليكون المعدني في إنتاج السيليكونات الوسيطة المستخدمة في العديد من المنتجات التخصصية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون والمواد العازلة وعليها فقد تم تأسيس شركة العالمين لمنتجات السيليكون بالشركة بين قطاع البترول وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص كشركة إبدال التنمية والمشروعات وشركة لبرا كابيتل وتساهم الهيئة المصرية العامة للصراع المعدنية بنسبة 10% وتهدف الشركة إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة بتكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى ما يقرب من 700 مليون دولار مقسمة على عدة مراحل المرحلة الأولى هي إقامة مشروع لإنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية قدرها 45 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية تقدر بـ 172 مليون دولار اعتمادا على خامل كورتز المصري فائق المقاء الأمر الذي سيولبي احتياجات السوق المحلي بإحلال الواردات من هذه المادة على أن يتم تصدير الفائد بقيمة تقدر بحوالي 160 مليون دولار المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج السيليكونات الوسيطة بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 60 لـ 100 ألف طن سنويا أما المرحلة الثالثة فهي إقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية قدرها 10 ألف طن سنويا ومن المخطط أن يتم تغزية المجمع بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك للمساهمة في تقليل الإنبعاثات الضارة بالبيئة تماشياً مع رؤية سيادتكم وتوافقاً مع التوجهات العالمية في استخدام الطاقة النظيفة كأحد مخرجات مؤتمر من المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ وفي الختام أتقدم بشوك لسيادتكم ومفخامة الرئيس